اتفاق بين مؤسسة الشهداء العراقية والإيرانية في العاصمة بغداد وبحضور رئيس المؤسسة ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الإيرانية اتفاق يوصف بالأهم بين المؤسستين والبلدين لما له من تأثير حيث شمل عدة نقاط منها تعزيز التعاون بين المؤسستين على المستويات العلاجية والصحية والتعليمية والاقتصادية الاتفاق الموقع يشمل تسهيلات زيارات أسر الشهداء إلى العتبات المقدسة في كل البلدين وهو أمر يصب في صالح وخدمة شريحة المضحين كما تم الاتفاق على جملة قضايا تعد ذات أهمية قصوى للجانبين في مجال تقديم الخدمات لعوائل الشهداء وكيف يمكن للعراق الاستفادة من التجربة الإيرانية في هذا المجال لا سيما ما يتعلق بالخدمات المقدمة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة الاتفاق سيكون له ما بعده بحسب مختصين وينعكس حال تنفيذه على تعزيز الشراكة العراقية الإيرانية في مجالات مختلفة وحساسة الجانب الإيراني أعرب عن محبة الشعب الإيراني للشعب العراقي مؤكدا على عمق العلاقة الوفيقة عبر التاريخ فضلا عن التوحد في مجالات الدين والعقيدة والثقافة فضلا عن التوحدة والثقافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر